طيب مشاهدين العثران نقاش حول هذه القضية التي هزت الرأي العام نسعد باستضافة الأستاذ ناجيب بيطان المحامل معتمد لدى المحكمة العليا مساء الخير سيدي مساء الخير سيدي طيب سيد ناجيب بيطان كما تبعت معنا في القضية بالنظر إلى عديد التهم والأفعال المجرمة التي ارتكب هذا الشخص البالغ من العمر 27 سنة أكيد أن المواطن يتساءل عن العقوبة المنتظرة في مثل هكذا حالات بسم الله الرحمن الرحيم بالطبع أنا صدمت من مشاهدتي لهذا التقرير هذا وهذا الكم الهائل من الأفعال الرجال القانون يعرفوا وش جاف التقرير تاكم من أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات بدايتها جنحة نقل أشخاص بدون رخصة استغلال ثم تزوير لوحة ترقيم المركبة ثم انتحال سفة شرطي ثم التهديد بالقتل باستعمال سلاح ناري مدى 284 قانون العقوبات ثم السرقة المدى 350 مكرر استغلال حالة الضحايا انتعوا نساء ثم الفعل المخل بالحياة 333 مكرر الفقرة ثلاثة ثم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المدى 330 مكرر من قانون العقوبات تلاحظي كل هذه الأفعال اللي قام بها يجرمها قانون العقوبات وكل جريمة على حدى لها عقوبة خاصة بها لكن احنا في الجزائر مش نوضح هذه الصورة احنا في الجزائر نأخذ كما النظام الفرنسي في التجريم والعقاب مش كما النظام الإنجلوسكسوني يعني المواطن البسيط يتساءل يقول جملة هذه الجرائم لما انجمعوا العقوبات تتاح قادرة تتاح 50 ولا 60 سنة هذا احنا ما عندناش في النظام القانوني الجزائري هذا موجود في النظام الإنجلوسكسوني لا في الوية المدحدة الأمريكية قضية كما هذه قادرة تروح له لـ 170 سنة حبس سجن عندنا في الجزائر أقصى عقوبة هي اللي يقدر يتعرض لها من جريمة الاغتصاب باستعمال العنف إذا كان ضحية مرأة بالغة راشدة العقوبة من 5 إلى 10 سنوات لكن إذا كانت فيهم وحدة قاسرة أقل من 18 سنة فالعقوبة تصل إلى 20 سنة إذا نتلاحظي معي أقصى عقوبة يقدر إينا لها هذا المتهم هذا إذا ثابتت إدانته لأنه لا يزال في نظر القانون لا يزال بريء إلى حين ما تثبت إدان لكن هذا 170 ضحية تطرح عدة تساؤلات طيب أستاذ ربما كيف نظم القانون كل هذه الجرائم عندما تمارس من طرف شخص واحد في شكل فعل واحد وبعشرات الضحايا والله الأخ بيلر لننشوف هنا المواطن في حد ذاته يتحمل شق كبير من المسؤولية هذا ما كان هذا المشتبه فيه ما كان لي يتمكن من ارتكاب هذا الكم الهائل من هذه الجرائم لولا أنه ألقى تسهيلته ولا سهولة في استدراج الضحايا أنتعوا السؤال الكبير الذي يمطرحه والذي يمطرحه أنا كراجل القانون هذا طالبات الجميعية ولا هؤلاء النسوة خارجين عندهم قضية يقذوها وعن طريق الفيسبوك هاي كين مؤسسات كين شركات تحت سيارات الأجرة لا متهش رقم تحت شركة تحت سيارات الأجرة وطعيط له قال ابعت لي السيارة للعنوان الفولاني الأهل تح يكونوا عارفين على الأقل السيارة اللي راح تتنقل فيها واذا عادت الطالبات في الجامعة زاميلاتها في الجامعة يكونوا على الأقل عارفين باللي تنقلت في شركة تخبرهم تقول المرأة يريحها مع شركة الصحراء ولا شركة الهضاب ولا شركة هذه اسمها هكذا كبير عارفين الوسيلة اللي تنقلت بها أما أنها تخرج وتبقى تشوف السيارة المليحة تعليف الروتر اللي متوقفين أمام الحي الجامع وتخير سيارة باهية وتروح تركب تتحمل مسؤوليتها سيد ربما تجد الإجتارة أيضا أن جل فتياتها التي اللواتي تم استدراجها عبر مواقع تواصل الاجتماعي الفيسبوك أو الإنستغرام هذه الإشكالية ربما الآن شوف احنا عندنا نقص تعالي الثقافة القانونية هاني نعود نقول لك لاش يخليوا مؤسسة عندها رخص قانونية الدولة منحت لها رخص تعالي استغلال خاصة من هذ الشباب تتشغلوا عندهم سيارات التعالي لاش يخليوا هذ السيارات التعالي أجراء ويتشغلون نحو السيارة الأجراء غير شعر عندها لون معروف عندها رقم معروف عندها ترقيم معروف حتى كيتركب يكون وشهود اللي يشافوها وش من سيارة ركبت نقطة أخيرة نشير إليها بالحديث عن هذا الموضوع نجد أنه في القضية راحت ضحيتها حوالي 165 فتاة بـ 70 فتاة تم اختصابهن هذا الرقم يدعنا للوقوف عند نقطة جد مهمة وهي غيب ثقافة التبليغ والوقوف عند حد التكتم هذه هطابهات ممكن ما سيترتب عنه داخل المجتمع الآثار إلى غير ذلك نجد أن الفتاة تتكتم في مثل هذه القضايا دعوتك في مثل هذه المواقف لكل هذه الفتاة أنا رسالتي لنوجها أنتما تكلمت على 170 ضحية هذا المكشوف أما المصطور فهو أعظم قادر تبلغ العدد طعا الضحايا تعل المئات ولكن أحنا في الجزائر قادر يكون فيه ضحايا حتى نساء متزوجات مرامة زوجة تكون ضحية فعل كما هذا تخاف تتكلم تخاف من زوجها حتى ما يعيش من زوجة تخاف من الإخوة التاحة رسالتي لنوجها يتفضلوا ويديروا بلاغات للنيابة والمصالح الأمن والقضايا يضمن لهم جلسات سرية القانون الإجراءات الجزائر يضمن لهم الكتمان والسرية لكن ما يخليه السكو تتحم سيساهم ويشجع أشخاص أخرين في انتشار جريمة كما هذه شكرا لك سيد نجي بيطام المحام المعتمد لدى المحكمة العليا على كل هذه التفاصيل قدمتها بخصوص هذا الموضوع